تكدس الطريق الساحلي غرب القطاع بشاحنات وحفلات ومركبات مختلفة الأحجام وعربات تجرها الدواب تحمل عشرات الآلاف من المواطنين الشغوفين بالعودة لبيوتهم في الجزء الشمالي من القطاع وتسللت أخبار اجتياز بعض النازحين في جنوب قطاع غزة لحاجز الاحتلال على طريق الساحلية ووصولهم لشمال القطاع اليوم الأحد فهبأ ألاف النازحين من خيامهم يحزمون أمتعتهم للعودة إلى بيوتهم غزة صامضة أتاني تختصران الوضع في المدينة التي اختطفت من على خريطة العالم ووضعها الاحتلال تحت القصف الوحشية منذ أكثر من ستة أشهر مارس خلالها همجيته عليها فقطع الماء والكهرباء والإغاثة الإنسانية واستهدف مستقبلها فقتل شبابها وأطفالها ونساءها معتقدا أنه بذلك يجردها من أسمن ما فيها الإنسان حتى صارت المدينة معزولة أمام عدو لا ضمير له وبرغم كل ذلك ما زالت غزة صامضة نعم هم إلى المجهول سائرون فما بين الشمال الذي لا يتوقف القصف عليه يوما ويعيش ظروفا حالكة وما بين الجنوب الذي يحاول أن يجد بصيص نور ليتشارك الجانبان المقاومة والصمود ويحتفلان بمظاهر الحياة مهما تضاءلت ففي أحد الأحياء ووسط الهدم والدمار يتماثل أمامنا مشهد كان أهل غزة قد يأسوا من مشاهدته حين ناد البائعون على البضائع والخضروات وقد افترشوا الطريق للمرة الأولى منذ بدء العدوان الغاشم بينما يمر شيوخ وأطفال ونساء أسقالهم الحزن على بلادهم وذويهم ولكنهم ما زالوا يتوقون لحياة كالحياة وأمام أحد المخابز التي أعيد افتتاحها بعد شهور من التجويع الممنهج استفى الطوابر طويلة من الشباب والأطفال والرجال الذين ينتظرون دورهم أخيراً لتناول لقيمات من خبز أبيض لا تكفيهم فهو لا يتعدى مخبزاً واحداً يحاول إطعام الآلاف من الناجين من مخالب الاحتلال بعدما اضطروا لشهور طويلة إلى طهي ورق الشجر ومضغه رغم مرارته هذا إن وجدوه أصلاً فقد أتت وحشية الاحتلال الإسرائيلي على الأخضر واليابس إنه المواطن الفلسطيني ذلك الاكتشاف المذهل الذي يراه العالم للمرة الأولى وهو يضرب أروع الأمثال في حب الحياة متحدياً كل وسائل الموت والتعزيب التي مارسها عليه المحتل ذلك المواطن الذي تمسك بنصيبه العادل من الحرية حين رفض أن يغادر أرض العزة حتى اختلط لحمه ودمه بترابها ولا غرابة في ذلك فهو المواطن الفلسطيني صاحب الأرض